شباب اهلا بكم و معكم استربيت و اهلا بكم و اهلا بكم و اهلا بكم و اهلا بكم في فيديو جديد وفي حلقة ده شباب في سلسلتنا تختيم تراريا ماستر مود بس بكلاس الميلي و اناولا يا شباب اتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة وبسعادة يا رب و اتنسوش يا شباب في بداية الحلقة ادعوات كل اهلنا في فلسطين و اهلنا في غزة ان شاء الله رب ان يكون بيحارب و ينصرق مهمتكم شباب انك تكونوا بتقطعوا اي منتجات لي علاقة بالكاين السهوني و دايما تكونوا بتشارعوا على قضية فلسطينية اديلنا 9 شهور بنقولها يا شباب ان فلسطين مش قضية عرب او مسلمين فلسطين هي قضية كل انسان و يدوء يا شباب اعودة لي السلسلة بتاعتنا في كلاس الميلي صدق اولاد و صدق اهلنا الوقت ممكن اكون بروح احارب الدوكفشتون اكون بجيب سلاح الفليرون واجلة بي بلانتيرا واجلة بي جولوم واجلة بي المونلور ده ممكن يتعمل بكل سهولة على فكرة لانه ممكن اغلب على طول الدوكفشتون بالارمر و الاسلاح اللي معايا لكن شباب عشان في ناس كتير بتشوف فيديوهات دي وبتتعلم منها ازاي ممكن تكون بتطور نفسها بكلاس الميلي و زي تكون بتتقدم في اللعبة فمش هكون بعمل كده خطيتي ان هزا الشباب بعد ما غلبنا كل بصوات الميكانيكال لما نيجي كده بقى مع بعض شفتوا شباب ما فتحت عطاني ايه؟ عطاني الجروكس ساتي عفقة الوينجزي مش وحشة لكن بشكل او باخر شباب اللي يهمني دوقتين يكون معي الاحخznaز او Could be on House of lightning ولطبعا معي ال Figure's Alison عندك دوت اختيارين ممكن تكون بتعمل skill of armor و تروح تعمل名 white sorcerer و او ممكن حتى تروح تجيب mouse لك انا بافضل انك تفضل بال tatinium armor و تروح تكون بتجيب chore적으로 orange thirst tap or turtle armor مرة واحدة عشان نقدر نكون بنعمل mine اساسا ل color flight متحتاجين يكون معنا ثلاث ارواح دول مع posição divin بار. وهنكون بنعمل شباب دي عشان تكون بتعملها محتاجة طبعا وحدة واحدة واحدة نعمل كده دي الشباب ونخليه معنا. طبعا ده هيكون بيبدل بتاعتنا. وهيكون معاك شوية من تقدر تكون بتعمل بيها لو انت عايز. لو انت مش عايز بلاش تعمله. انا عن نفس الشباب يكون بعمل حاجة مهمة هي دي مية طبعا دي حاجة قوية لكن الفكرة يا شباب ان ده سلح ملوش برويكتايل نهائيا. لكن بالنسبة له هيكون بينفعني جدا في التفريم في بايوم الجانجل. يا باتان شباب خطوة بخطوة عشان تكونوا واخدين بالكو احنا عملنا ايه? احنا فتحنا بتاع كل الميكانيكال بوسز. يعني معنا اوراح بتاعتهم كلها. عملنا وعملنا 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 وعشان بعد كده ممكن نكون بنعمل بيه نقدر نكون بنعمل يا شباب اولا بال مع خمسة من كل بوس نقدر نكون بنعمل مع ممكن يكون بنعمل وطبعا لو معاك ممكن تكون بتعمل ده اكسيسوري ممتاز جدا. فنعمل كده يا شباب. غير كده برضو شباب انا معي واحد تاني غير كده برضو انا معي تاني ممكن برضو نكون منستعمله. غير الواحد اللي احنا عملنا به ده. لكن في كده شباب في انا عاوز ده مسلا يكون ايه او منسنج من اول مرة. حلوة. عاوز ايه ايه او مش وحش. بنحط ده كده. جميل جدا كده يا شباب. زبطنا بتاعتنا ده وقت نكون جاهزين نروح على بايوم الجنجل. حاجة سريعة قبل ما نكونوا نروح للجنجل. فاكريين نايتس اير شباب اللي احنا عملناه في بعشرين من كل بوس تر يقدر نكون بتعمل اترو نايتس اتج. ده سلاح تاني. لما نحول بقى ده ممكن نكون بندمج ده مع ده ونكون بنعمل فده عشان ده نكون بنجيب محتاجين نكون بنروح نعمل عشان نكون بندمجه مع بعض محتاجين اللي هو هنكون بنجيبه من سوف الشمس. لكن ده برضو شباب سلاح مش وحش. ده سلاح حلو جدا وبمناسبة هنكون بنجلد بيه بلانتيرا. وبرضا هكون بفرم بيه في الجنجل. وده شباب من غير اي من الخدمات تانية يلا بينا نروح على باية الجنجل نكون بنعمل بالاضافة برضو نكون بنجمع. هو التيرتل اهو. التيرتل اهو. موت حضرتك. موت حضرتك. موت. موت. اعطاني اي حاجة? اه لا. النسبة مش وحشة يا شباب. لكن فاكرة كلها انك تكون بتفرم عليه. بنحسنة حزنة انا يا شباب هناك كنتم جاهز اينا لبلانتيرا ممكن برضو يمكنكم نفرم فيها على التيرتل. لانه برضو يكون بتلاثبا هنا. وبالترو نايتس ايج موضوع ده هاي بسهل جدا. اه? تيرتل تانية تيرتل تانية تيرتل تانية. موتي. 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 اه. اه. انا فيها يا شباب عجبني جدا التغيير اللي عملوه في السلاح ده في اخر افضيل. البروشيكتال اللي بتطلع منه دي حاجة جامدة. اوه على الستان اوه على الستان مش عافين يتحركوا مش عافين يضربوا. عمل معهم شغل بالسلاح ده. حرفية عشان كده بقول لكم انا باعش على السلاح ده. لايت يا شباب الكولوروفايت. الماينيج في الهاردود بسهل جدا بمناسبة عن الباقي. لانح انت معك بك اكسس سريعة. بصوا. اه دي كولوروفايت. واه دي واحدة عاوزين مواتنا. او رشو بحاجة تانية عاوز اكون بالنشان لها واحنا في الجانجل هي اللايف روت. احنا شاب محتاجين عشرين من دي عشان نكون بنرفع هلسنا من 400 ال 500. فطبيعي دوات شبابها هكون باسيبكو شوية هكون بعمل ماين هكون بجمع على قد ما اقدر من الكلوروفايت هكون بحاول افرم على الترتل. ومنازمة الترتل. موجودين على فكرة بكسر هنا. ما تكافش خلص انك مش هتلاقيهم. موجودين على ولا هنا. ورجعتم الجانجل يا شاب وجيبتوا كل حاجة انا محتاجة. الكلوروفايت والتلاتة الترتل. اولا هكون برفع هلس الخمسمية. دي اهم ما حاجة عندي حاليا. كيه شباب بقى هلسي خمسمية. تاني حاجة عمزكم بعملها ان يكون بحاول لكلوروفايت بار. دو شباب هيب عندك اختار من اختيارين. يا اما تكون بتعمل يا اما تكون بتعمل يا اما تكون بتعمل. الكلاس الميلي انا يفضل انك تكون بتعمل ده بأخص هيكون بيزواد لك فعلا ضخم. لكن لو انت عاوزت تكون بتجرب ان تكون بتلعب بكلوروفايت. العب. لكي انا عن نفس ما بفضلوه. هيجا بار شاب دوليس بكونوا عارفينها ان السلاحف اللي موجودة في الجنجل بيتترزبن بكميات كبيرة. لكن الفكرة كلها في النسبة الاوليلة بيقع منها الصدفة بتاعتها. فدلوقتي بعد ما جبنا اترى الصدفات ممكن يكون بنعمل او الحاجة بعد كده وبعد كده يا شباب يا دوبة جمعنا ما فيه كفاية يكون بيكافية نكون بنعمل ده. لكن طبعا ما جمعناش اللي كافينا نكون بنعمل بتاعنا. فساني واحد شباب يكون بروح اجمع حبة تاني. وبعد شباب ما عملنا باقي اللي معنا نقدر دلوقتي نكون بنعمل اوبجريد للاكسكالبر بتاعنا لترو اكسكالبر. واو مية وعشرة ميلي دامج شباب. دول السلاحين اللي هنكون بنلاعبين والبلنتيرا. التروكسكالبر والترو نايتس ادج. نجيب يا شباب الفايت بلنتيرا. اي هي افضل حاجات ممكن يكون بنستعملها. في فايت بلنتيرا افضل ارمور ليك هيكون الترتل ارمور لأعلى ديفنز. عاوز اعلى دامج روح لكلوروفايت ارمور. لو انت عارف ان البلنتيرا ده هتكون ساعة معك بالنسبة لكل اسميل وهتكون بتتدمج كتير روح الترتل. عارف انك مش كوم بتتدمج وعارف انك بتعمل فيها دامج روح لكلوروفايت. انا نفسي بفضل الترتل. بالنسبة للاسلحة عندك الترو اكسكالبر وعندك الترو نايتس ادج. الترو اكسكالبر بيقول لك دامج اقل لكن افضل. هيكون بيامانك افضل. يعني الترو نايتس ادج على في مكان قريب من هنا عشان يكون برز بينها وهكون بحاربها. لقيت شباب بلنتيرا بولبة اهاي. على فكرة في مكان قريب جدا من الارينا بتاعتي. وجد بس هكون بكسر من هنا وانزل على طول على الارينا. فيلا شباب ندوص بف. نكسر دي كده ونهرب. انا مش عاوز برضه كون ببعد عنها كتير. عاوز اتكون بتقرب مني بدل ما تكون بتختفي. اوكي بتقرب اهاي اه 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 اوكي 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 وراي وراي تعالي تعالي تعالي. اوه لا 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 لا. مش عليها حاجة لسه 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 لسه. لسه بدايش الفايد. اصف شيء. وراء اشتركوا في القناة 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 احراب احراب افضل اشتركوا في القناة طوي. جبار في قوته. وبعد اخر وعدلوه خلوه اقوى من الاول تمان. ومثرون تاني. حلوة. ومالو. لو تجيب بقى الاجنحة بتاعتك معاني جبت. دوقتي بقت سهلة قوي. المثرون دي سهلة جدا. ها? ها هتموتي ولا لسه? هتموتي? 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 ماتت. اه. جبنا الاجنحة. وجبنا تاني. ايه ده? ايه ده? يلا بس نروح. دولتش هكون بعض في بيت شوية فرم عليهم اجمع حبة فلوس عشان هكون بحتاجة عمل لحاجات بتاعتي. دولت معي معي تاني مش هكون بحتاجه اساسا خلاص عملت بتاعتي. قطل لي بقى كل حاجة هنا انا مش محتاجها. ويديو يا شباب يلا بينا نكون بناجل للجولم. على فكرة بالتربليد الموضوع بيبسهل جدا. حرفين بيبتافة. الجولم نفسه بيصعب علي. حرفين بيصعب علي. برضو ده ده حلو جدا ده الجولم. ان الجولم ما عز موقته بيبقى في مكانه. والجلس كل دي بتلف مكانها وتعمل داميج. بصوا كده شايفين. اهو. وبدأ يدرب ليزر. انا عاوز افهم هو في اسهل من كده. يعني فيه جدعان بص في ازهل من الجولم انا مش عارف في الهارد مود ازا كان الجولم ده اسهل واحد ولا اهتفه واحد ولا هو اسهل ما يستحقش يكون في الهارد مود ولا ايه. اه فعلا انا رايح يمين الشبال. يمين الشبال مش عاكم يضربني. اوكي غلبنا الجولم. يطار الجولم عنده اي حاجة بالنسبة لكلاس المالي اعتقد عنده البوزيست هاتشت. افتحتها كده? اه. ما عطنيش سلح. بس اعطني ده البيتل هاسك. ده ممتاز. بس اولا انكم بنحط ريلك الجولم هنا كده. وطالما شبك جبنا البيتل هاسك من الجولم نقدر انكم بنعمل اوبجريد بتاعنا لاقوى ارمور مالي في اللعبة اللي هو البيتل ارمور. اول حاجة اكون بحتاجة هي البيتل ليجنج. بعد كده بقى عند اختيارين. او الشيل. الشيل يا شباب فيها عشرين ديفنس. الشيل فيها التين وتتين ديفنس. لكن ده بيزود دمج اعلى. فاعتقد اكون باخد من واخيرا وليس اخيرا الهلمت يا شباب. نلبس ده كده. واهلا بكو في عصر البيتل ارمور. طبع شباب التعارفين انا هنا ليه? عشان دي. عشان دي. عشان دي. عليه كده. نايس. جبت واحدة. لو في واحدة تانية نكون بنجيبها. ونروح نجلد مع بعض الدوك في شرون. على فكرة شباب انا ممكن اكون بنروح بالتريبليد دلوقتي اروح اجل دي من لورد. اروح ده وقت اغلب اللونة. وارروح للمونلورد. ما عندش اي مانع لاني جربت عبريكية اكتر مرة قدرت اكون باغلب المونلورد بكل سهولة بتربليد. لكن انا هدفي في السلسلة دي اشوف بان يكون بوريكو فعلا قوة معظم اسلحة كلاس الميلي هنا. لأسلحة الميلي بتبطيق تبقى فعلا قوية جدا من بعد ما تغلب بلانتيرا على طول. مجرد يكون معاك سلاح مثلا زي تقول لنفسك جي جي على كده. ونجيب يا شباب ناحية اللي هي بتاعتنا. اه مش مهتمة او بيك دلوقتي. اللي هي نعلم سي مش محتاج حاجة من ده. نحط ندوس على ودلوقتي شباب جاهزين لأحد اجمل الفايتات الموجودة في الهارد مود. ولا. ده شباب هو احد افضل بصات بالنسبالي. رايش شخصي يعني بالنسبة للهارد مود. فندوس بف. ونصيد البلطاية دي. بان هي. طلعوا لي السمكة اللي تحت دي. ركز باشا على سرعة الفايت ده. شوفوا الترابليد هيكون بيعملي فيه. شوفوا الترابليد. شوفوا الترابليد. يا عيني يا ابني يا عيني يا ابني ادك في شوت جلد يا شباب شفتوا سرعة الفايت ده شباب من اسرع الفايتات اللي ممكن تكون بتحريبة ضدك في شرون بس اللحضة السلاح ده الترابلين الترابلين دوقتي الباك دي انا عاوز منها ايه ياما اجناحة ياما الفليرون ياما الاتنين يعني ليه مش الاتنين ليه ما بيش حظي حلوة مرة في حياته دي الاتنين طبيعي ولا واحدة منهم او يا ربي حظي ما عايش قوي كده ليه حظي ما عايش قوي كده ليه وما لازمة انا كنت لازمة ادده بساطة ليها لازمة طبيعة ضد ليها ميزة جدا لما تكون في اكتر من تارجت لكن يكون تارجت واحد ما عطاكش يبيباليها فايدة اول درجات دي سنة احد الشباب هكون باكلي دي دوك في شرون تاني غلبتوا مرة تانية يا شباب فنفتح بقى اوكي الاجناح عاوز اكون بجرب مرة تانية انا كده كده معي زيادة فعاوز اكون بجرب يمكن يديني اسلاح الميلي بتاعه سلاح قوي جدا في الميلي وهينفعني في الحلقة الجاية فساني عايش باي بنكم بنجرد الدوك في شرون مرة تالتة الفايت بتعمش بيكمل معي دقيقة جالبتش مرة تالتة ومعي بتاعته يا رب حزيب بحلو كده اجبت الفليرون وجبت ميليو الاجناحة بتاعته مش هعاوز اقرب من الدوك في شرون تاني كفاءة لاثت مرات نحط كده برضو اريلك بتاعته هنا كم باخوتها اللي ترشده احط رشده كده. اطير اللي دي هنا كده. والتين التانيين نحطهم هنا كده. احطوا واحدة هنا ونحطوا واحدة هنا. يعني يا ابني. يعني يا ابني اتجلت. اوعد فوتك الحلقة الجاية شباب. الحلقة الجاية هي اخر حلقة في سلسلة كلاس الميلي. احنا مع انا شوية اسلحة حرفين ممتازين دلوقتي نكون منلعب بيهم. طبعا. فكرة مع ده حرفيا قوي جدا. بيزود الميلي بسرعة جدا. غير كده ممكن اصراعها تاني لو انا عملت كل حاجاتي هنا. لو كل هنا ده هيكون بيزود اربعة في مية على كل اكسسوري. فهيزود ساعدها اكتر واكتر. وبرضو معي يا شباب الفليرون. الفليرون ده برضو هيبقى ممتاز جدا. ليفنت الحلقة الجاية. لاني عاوز اكون بجرة بجيب الفلاينج دراجون. يعني معي الترابليد والفليرون والفلاينج دراجون. لو جبت التلاتة دول مفيش حاجاتها قدامي. طب كده شفت تكون حققة نهاردة خلصت. ما افعلا تكون عجبتكم تكون سمتعته اما حاجة تكون استفادتو. ما تنساش لو انت لسه اجدد في قناة تكون تشترك. ولو عجبك في فيديو تكون بتسيب لايك. ودايما هنفضل نقول. صحية فلسطين. يلا باي باي. اشتركوا في القناة